نشرة الهريبة ثلاثين المراجل من خضور نيوز أهلا بكم غارات هي الأعنف من نوعها يتعرض لها محور المقاومة والصمود والتصدي كرد من العدو الأمريكي على مقتل سلاس جنود على يد شي حدي من قواتنا الباسلي والمرشد الأعلى يوصي مجاهدين بضرورة اللبد والقسقصة تحت الحيطان عبينما تعدها الأسبوع خير الله يفرج إلهي استقالات جماعية في القطاع العام وستمائة موظف يغادرون المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قال شو سبب قلة الرواتج بالفعل بالفعل شعب أبي لبقلو شي الفنان القدير سطيف الأجداب بيتحدى الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة والأخيرة تبحث عن تنفيذ وصيتها فيه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن بدء العمل لإلغاء التجنيد الإجباري والولايات المتحدة تعلن معاونة سوريا لإنجاز الخطة يعني ما رح يضل عنا ولا عسكر إجباري كله ع القبر بها الحملة بتستلب شي عن ضيف الأعداد المطلوبة تحتاج إلى تأهيل وتدريب عالي لذلك المتطوع هو خيار وعقود التطوع هذه المؤقتة هي أيضا خيار الكابتن فهد اليوسف يطالب بلجوء السياسي إلى بانزويلا بعد إهداره لركة جزاء وتلقيه تهديدات حقيقية بالخصم من راتبه البالغ قدره 33 دولار أمريكي الله لي وفق على هالرواتيب لا القصقصة يعني يا بتخلوا النص آخر شي يا بتخلوا النص أول شي لا من لحق نقرأه لا من لحق نبطي الفنان القدير القدير تطوط شوه حطوه بال تمام يا بتتسلم ما مفهم ما مفهم فهم كله ع القبر الحمد للغاية الحمد للغاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة